من سؤالك الثاني بطبيعة الحال مغرب تتابع بقلق بعض التصريحات التي فيها من أعضاء من الحكومة الإسرائيلية التي فيها استفزاز لدول عربية واستفزاز كذلك لحقوق الشعب الفلسطيني مغرب دائما كان كيدين ويرفض كل تصرف غير مسؤول كل تصرف الذي يمكن أن يكون تحريضي والذي يمكن أن يكون لديه أثار سلبي المغرب الذي يرأس لأهل وجلال الملك محمد السادس لجنة القدس يأكد دائما على أن الحوار وأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل لهائي للقضية الفلسطينية في إطار احترام الحقوق ومشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 67 والقدس الشرقية كعاصمة تعيش جنبا مع جنب في هدوء وفي تعاون مع دولة إسرائيل هذا موقف الذي مطابق مع الشرعية الدولية مطابق مع مبادرة السلام العربية ومطابق مع قرارات مجلس الأمن المغرب دائما كيرفض الأعمال وحادية الجالب واللي ما يمكن لها إلا تبعدنا على هذا الحل ويدعم كل المبادرات اللي يمكنها تمشي نحو تهديئة ونحو إيجاد هذا الحل وفق مقاربة حل الدولتين المتوافقة عليه دوليا شكرا وفق مقاربة شكرا وفق مقاربة شكرا